محمد 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 ضمن مشروع فبراير شمعت أمل لدعم ذوي القدرات العالية أقيمت في رهط بالنقب أمسية تربوية لتكريم والدي الطفل كرم الباز الذي نجى بمعجزة ربانية قبل عامين إثر غرقه في حوض لتربية السمك في منزل العائلة أولاً عدة أهداف الهدف الأول هو توعية توعية خاصة في الوسط البدوي والبسط العربي بشكل خاص التوعية والحفاظ على الأطفال خاصة تحت جيل الثمنطعش الهدف الثاني هو توعية بالنسبة للعلاجات الغير موجودة في إسرائيل علاجات متنوعة جداً جداً وقد تأثر الجمهور من قصة الطفل خاصة وأن الوالدين لم يفقد الأمل رغم إعلان طبيب عن وفاته ولفتا إلى أهمية الوقاية لمنع الحوادث المنزلية المؤسفة طبعاً هذه الحادثة كانت مؤسفة حادثة حوادثة بيتية التي تحدث في مجتمعنا للأسف الشديد وبكثرة في الآونة الأخيرة نرى ذلك بشديد جاءنا نتضامن ونوعي العائلات ونوجه العائلات في كل هذه المضامين نحن ندعي كل الأهالي وكل الناس أن ينتبهوا لمشكلة الحوادثة البيتية التي صارت في مجتمعنا البدوي كأنها شي طبيعي حوادث دهس حوادث حرق حوادث كثيرة تصبح في البيوت فأتمنى السلامة للجميع واليوم نحن في يوم توعية للأهالي ليس فقط من الإحتياجات الخاصة كما أن الناس العاديين الموجودين في البيوت لكل الأمهات حلم قائم وبصيص من الأمل ورسالة للأهل أن يكونوا مع أطفالهم ويؤمنوا بقدراتهم الخاصة بتحدي الصعاب مع الإيمان بأن الصبر مفتاح الفرج والنجاح